كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسع الطريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية وخلال اللقاء أكد مدبولي أهمية المشروع ضمن مخططات التنمية بمدينة الإسكندرية وطلع على مجريات العمل بالمرحلة الأولى من المشروع المقرر إتمامه بنهاية شهر مايو القادم واستعرض رئيس الوزراء سير العمل بمشروع كبري محور السادات والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من أعمال حماية الشواطئ بسواحل الإسكندرية